السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن كاتبة عربية من السيدات الفاضلات اللواتي آثرنا المكتب العربية بتحف نادرة ورائعة وقلة مثيلها وهي عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ ولدت سنة 1913 في مصر وهي كاتبة ومفكرة مصرية وأستاذة جامعية وهي أول أستاذة من النساء تحاضر في الأزهر الشريف ومن الأوائل النساء اللواتي اشتغلنا في الصحافة وخصوصا في جريدة الأهرام المصرية وهي أول امرأة عربية تنار جائزة الملك فيصل في الآداب والدراسات الإسلامية لها العديد من المؤلفات منها التفسير البياني للقرآن الكريم وكتاب القرآن وقضايا الإنسان وكتاب الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية وكتاب نص رسالة الغفران للمعري وكتاب مع المصطفى وكتاب تراجم سيدات بيت النبوة هذا الكتاب الذي يعد أفضل ما كتبه عن سيدات بيت النبوة كانت عائشة عبد الرحمن في أول بدايتها تنشر مقالات في الجرائد فكانت تخاف من أبيها فكانت تكتب وتوقع تحت اسم مستعار وسمت نفسها ببنت الشاطئ نسبة إلى شاطئ دمياط المنطقة والمدينة التي نشأت منها توفيت رحمه الله سنة 1998 عن عمر ناهز 86 سنة بالسكتة القلبية هذا الكتاب تراجم سيدات بيت النبوة في البداية كان ينزل كتاب كتاب يعني كتاب منفصل عن الآخر أول كتاب نزل سمته أم النبي وهو الأول في ميدانه الذي تحدث عن سيرة السيدة الطاهرة والعظيمة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك زوجات الرسول ثم بعد ذلك بنات الرسول ثم زينب ثم سكينة ولكن فيما بعد خمسة كتب جمعة في كتاب واحد سمته تراجم سيدات بيت النبوة هذا الكتاب الذي لم يقرأه خسر الكثير لأنه تحفى أدبية وفكرية رائعة امتزجة بالأسلوب الأدبي للمنفكرة وبقلمها الساحر الذي يجعلك تعيش في هذا الميدان وفي البيوتات النبوية الشريفة وخصوصا مع أم الرسول هذه السيدة التي ينقصنا حقيقة كثير من المصادر لمعرفة حيثيات حياتها وكيف استطاعت أن تنشئ ولو لفترة بسيطة هذا الإنسان العظيم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعو الجميع إلى قراءة هذا الكتاب ترجمة نانسي قنقر ョ